يواصل وزير الداخلية عبدالأمير الشمري جولته الميدانية ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالوزارة هذا ووصل الوزير الشمري برفقته وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات الحدود إلى ناحية الوليد على الحدود العراقية السورية لإفتتاح مقر قيادة حدود المنطقة الثانية الشمري منذ تسنمه منصب وزير الداخلية وهو يبدي اهتماما كبيرا بقوات الحدود لمنع تسلل الإرهابيين ومنع تجارة المواد المخدرة من تحقيق أهدافهم في تدمير الشباب العراقي وكان وزير الداخلية عبدالأمير الشمري أجرى زيارات إلى ست محافظات من أجل استكمال الاستعدادات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام